بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في رحاب سورة المزمن ووصلنا إلى قول الله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلة وتكلمنا عن لفظة الوكيل وتوقفنا عندها عند قول الراغب أنه الوكيل هو من تجعله نائبا عنك في تولي شؤونك والتوكيل أن تعطي هذا الحق لغيرك كما قال الراغب ولكن هنا قد تأتي لفظة الوكيل على معنى آخر كما ذكرنا قول الفراء أنه الوكيل تأتي بمعنى الكافي و هناك قول أيضا آخر ذكره أهل التفسير قالوا هنا الوكيل على وزن فعيل أي على المراد به المفعول أي الموكول أي خير ما من يتوكل بأمرك فاتخذه وكيلة أي أنه هنا وكيلة على أنه خير من يتولى أمرك و يتولى شأنك فهو الله سبحانه وتعالى قال الإمام بن كثير التوكل جاء كثيرا مع العبادة لأنه حالة التوكل مع العبادة إشارة إلى حقيقتنا الدرجات العالية عند الإنسان عندما يصل إلى حالة التوكل كقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه و قوله تعالى أيضا يعني إياك نعبد و إياك نستعين فالاستعانة و التوكل و أن الله هو الكافي و أنه توكل إليه الأشياء و يقصد بالأشياء لا شك أن هذا يعني حالة من المراتب العالية كما ذكر ذلك أيضا بعض أهل العلم فقالوا هو التوكل هو أعلى حالة من التبتل التبتل ربما يكون في الذات و في النفس أما التوكل فأنتكل كل شؤونك و كل أمرك إلى الله سبحانه و تعالى قال العلماء قالوا أنه كما أن الله سبحانه و تعالى يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنت لا إله لك غيري قال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو قال لما كان لا إله لك غيري فلابد أن يكون هذا الإله الذي ليس لك إله غيره يكون هو الوكيل لك و إن كان الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام لكن حقيقة هو الأمر للعباد أيضا من بعد النبي عليه الصلاة والسلام إذا العبد أيقن أنه لا إله في الكون ولا متصرف في الكون ولا قاضي للحاجات في الكون ولا يمكن أن تسقطوا من ورقة إلا هو يعلمها و لا يمكن أن دمع تنزل من عينك إلا بإذنه قالوا أنه هو أضحك وأبكى و أنه هو أمات وأحيا لما كان المتصرف في الكون كله هو الله سبحانه و تعالى جاءت فاتخذه وكيلة أي على أنه لا يمكن أن العبد إذا أيقن بهذا الأمر و سلم أمره و اتجه بوجهه إلى الله سبحانه و تعالى لا يمكن أن ينظر إلى أحد في الكون أنه يقضي له حاجة أو يسير له أمر لأن قلوب العباد كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء قام إن شاء زاغ هذه المعاني كلها تأتي مجتمعا في مسألة فاتخذه وكيلة أي أنه لا تتوكل إلا عليه و قيل في أسباب النزول أنه لما كانت قريش تتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام و يقولون أنه يفرق بين المرء و زوجه و يقولون يفسد الولد على أبيه و يقولون أنه يفسد العبيد على أسيادهم و غير ذلك من المقالات التي كانوا يتقولونها على النبي عليه الصلاة والسلام كان ذاك يؤثر في النبي و يعني يحزن النبي عليه الصلاة والسلام و هذا كما ذكر الآلوسي قال هذا أحد أوجه أسباب النزول التي وردت قال فجاءت الآية التي بعدها واصبر على ما يقولون و هجرهم هجرا جميلا لاحظوا يعني هذه الآية العظيمة في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر على ما يقولون أذى المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير من عتاة قريش و من أجلافها و من سفهائها يعني والآيات التي جاءت يعني قبل أو السور التي نزلت قبل هذه السورة يعني بيّنت لنا و ذكرت لنا بعض المواقف التي يعني كانت من الوليد بن المغيرة مثلا و الأخنس بن الشريق و أبو جهل و غيرهم حقيقة كلهم كانوا في إذاء للنبي عليه الصلاة والسلام في قولي أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى هذه من أوائل السورة التي نزلت يعني إذا كيف كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام كيف أن أبو جهل لما أقسم أنه إذا رأى محمدا صلى الله عليه وسلم ساجدا لربه لا يطأن رأسه و يفعل كذا و يفعل كذا كيف أنه يعني كثير من سفهاء قريش كيف كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأقوال ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في قضية عدم رده لم يكن ذلك ضعفا منه حاشا النبي عليه الصلاة والسلام و ليس جبنا منه حاشا النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعني يعلم النبي عليه الصلاة والسلام و من ثم الأم جميعا و الدعاة جميعا كما قال لموسى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فأراد تعليم النبي عليه الصلاة والسلام وتعليم الأمة في كيفية التعامل مع الجهلاء لأن هذا الطريق لن ينتهي بوجود النبي عليه الصلاة والسلام بل هذا الطريق سيكون طريق الدعاة والعلماء والذين يريدون وجه الله سبحانه وتعالى سيتعرضون إلى أمثال هذه الأشياء من السفهاء والمغرضين والذين يريدون أن يقفوا في طريق دعوة الله سبحانه وتعالى لذلك هذا أمر سيتكرر عبر الزمن فلذلك جاءت قال واصبر على ما يقولون والصبر هو أمر مر حتى قيل الصبر مر لأن الصبر هو حبس النفس على ما تكره يعني تحبس نفسك على ما تكره هذا الصبر وإن كان ذكر العلماء أكثر من 13 معنى للصبر يعني أنواع الصبر الصبر على الطعام والصبر عن الماء والصبر على النساء والصبر عن اللحم والصبر على الجهاد والصبر على السفر والصبر على كذا وكل صبر له اسم معين والكلام في هذا كثير لكن المقصد من الكلام أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله واصبر على ما يقولون تحمل هذا الأذى في القول لأنه دائما أصحاب الأهداف العظيمة وأصحاب الغايات النبيلة لابد أن يتعرض لهم السفهاء لابد أنه عندما تسير أنت في طريق تنبح عليك الكلاب فلابد أن يكون هناك صبر على ما يقول هؤلاء قال واصبر على ما يقولون من الإذاء ومن الأكاذيب ومن التضليل ومن يعني كما كان فرعون يعني يحشد على موسى عليه السلام يقول أنه يعني يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما كأنه أراد أنه موسى عليه السلام وهارون يريدان إخراج أهل مصر من مصر وترك البلاد وتخريب والفساد ورغم أن هذا كله لم يكن موجودا نعم سيدنا موسى أراد إخراج بني إسرائيل من العبودية وإخراجهم عن فرعون وهذه من سنة لله في الأرض أنه يعني قضية إبعاد فرعون هذا أمر ربما يكون صعب لكن إخراج بني إسرائيل الذي في الأصل لم تكن تلك الأرض أرضهم إلى أرضهم وإرجاعهم إلى أرض كنعان هذا أمر ممكن ولذلك كان فعل موسى عليه السلام أو إرادة موسى هو تخليص بني إسرائيل من العبودية التي كانوا عليها أو كانوا فيها قالوا هجرهم هجرا جميلة والهجر هو مأخوذ من الهاجر والهاجر هو في الأصل حبل قصير يربط به فحل الإبل حتى لا يخالط النوق ولما كان هذا الحبل هو مانع عن مخالطة فحل الإبل للنوق سمي كل ابتعاد هجرا حتى وإن كان من غير حبل هذا في أصل الكلمة يعني أصل كلمة هجرة جاءت من الهاجر وهو الحبل نعم ومنها سمي الهجير والظهر عندما تشتد الحرارة يعني لا يبقى أحد في الطرقات كأنهم يهجرون الطريق يبتعدون عنه ويذهبون إلى أماكن الظل أو إلى بيوتهم نعم قالوا هجرهم هجرا جميلا وقيد هذا الهجر بأنه هجر جميل قال العلماء الهجر الجميل هو هجر لا عتاب معه هجر لا عتاب معه وهذا يعني حقيقة لا تستطيع عليه إلا أصحاب النفوس العظيمة لأنه أمر صعب عندما ترى هناك يعني أمر تحتاج النفس أن تعاتب عليه حتى على قل تقدير تستوفي شيء من حظها يعني كما قال الشاعر إذا غاب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب لكن هنا هنا الله سبحانه وتعالى أمره أن يهجرهم هجرا جميلا ولاحظوا حتى في الصفات التي ظاهرها كالهجر نقول الهجر شيء صعب وترك ومفارقة فكيف يكون جميل نقول نعم قال هجرهم هجرا جميلا واصفح الصفحة جميل وغير ذلك من الآيات التي جاءت كلها على معنى الجميل الذي فيه معنى الإحسان في ذلك الهجر قال وهجرهم هجرا جميلا يذكر أهل التفسير سؤال جميل يقولون فيه أنه الله سبحانه وتعالى قال واصبر على ما يقولون أمره بالصبر ثم أمره بالهجر قال وهجرهم هجرا جميلا ولو صبر عليهم لما هجرهم وإذا هجرهم فكأنه ما صبر عليهم إذن كيف يجتمع الهجر والصبر في سياق واحد وفي أمر واحد يعني كيف يأمره بأنه يصبر على ما يقولون وفي نفس الوقت يقول أهجرهم أيضا ولو هجرهم لما صبر عليهم يقول الإمام الرازي في جواب له وقد ذكر ذلك أيضا من عاشور ويقول وهذه التفاة عظيمة من الرازي الإمام الرازي يقول السورة مبنية على وجود الإنسان بين الناس وجود الإنسان بين الناس يبتنى عليه أمران الأمر الأول علاقته مع الله والثاني علاقته مع الخلق فأما علاقته مع الله فقد بيّنت السورة من أولها إلى هذه الآية هي كيفية تعامل الإنسان مع الله سبحانه وتعالى في كيفية قيام الليل والاستعداد في القراءة وتحمل أعباء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكيفية أنه التسبيح وكيف أن يأخذ من النهار قسطا للليل ويأخذ من الليل مجالا للراحة ووقتا للعبادة وكيف أنه يقضي حاجاته وكيف أنه يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأشياء كثيرة جاءت كما شرحناها في الآيات التي سبقت كلها كانت لإعداد الإنسان في التعامل مع الله سبحانه وتعالى وهذه الآية هنا جاءت في القسم الثاني وهو كيفية التعامل مع الخلق ملخص الكلام الذي يخالط الناس يجب أن يعلم أنه لن يحصد منهم إلا الشرور أي أنه ليس المقصود من كلامي أن تعامل الناس فيه شر لا ولكن المقصود أنه لا يتوقع من الناس دائما الخير ولذلك لا يعول على الناس بشيء فهذا جزء عظيم من قضية تربية النفس أنه لا يعول على الناس بخير ويتوقع دائما أن يكون هناك أمور سلبية ستقع له لذلك عندما لا يعول ولا يبقى في نفسه أنه يتعلق بحاجة الناس هذا جزء كبير جدا من سلامة النفس وسلامة الصدر قال لأنه إذا عول على الناس أن يأخذ منهم شيء أو أنه يقدمون له شيء فمتى ما قطع ذلك عنه أصابه الغم والهم والحزن وفي ذلك يعني فوات لراحة النفس في قضية التعامل مع الناس إذن كيف سيكون التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام منهم من قال يعني كالقاسمي قال أن الله سبحانه وتعالى بيّن للنبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا رأى الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إذا هؤلاء الذين يخوضون في آيات الله أي أنه كيف يهجرهم هجرا جميلة يتركهم عندما يكونوا في الخوض في آيات الله ولكن مع ذلك لا يتركهم لأنه الواجب في الدعوة البقاء معهم ونحن سبقا قلنا ليست هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنا أذهب إلى جبل أو أذهب إلى مغارة أو أدخل في بيتي وأقفل علي الباب ثم أقول أنا في عبادة وفي خلوة بعيدة عن الناس ثم لا أخالطهم ولا أعلمهم ولا أنصحهم ولا أرشدهم ولا أتحمل شيء من أمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ثم أقول أنا من الصالحين هذا صلاح يعني صلاح زائف أو صلاح ربما نقول غير مكتمل لأنه واجب الداعية أن يتحمل كما تحمل النبي عليه الصلاة والسلام لن تكون ما سمعنا في القرآن عن دعوة النبي أنها كانت بيسر إلا كانت بشدة وكانت بتعب وكانت بألم وبمرار وبفراق وبسفر وبترك للبلاد وهذه قصص الأنبياء كلها شاهدة بذلك ولما كان العلماء ورثة الأنبياء يجب أن يعلموا ويوطنوا أنفسهم على أنهم سيكون لهم حظ ونصيب من هذا التعب ومن هذا الشقاء كل سيأخذ على قدر أخذه من مراث النبوة العلماء ورثة الأنبياء كم ستكون لك من المراث كم سيكون لك الثمن السدس الثمن الثلث النصف الربع النصف الثلثان كم سيكون لك من هذا المراث ستتحمل على قدر ذلك المراث دائما نحن نسأل الله السلامة لا شك أنه قطعا نسأل الله السلامة في ذلك ولكن مع ذلك من أراد أن يكون ميراث ويكون وارثا للنبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يوطن نفسه على أن يتحمل من الناس وأن يثبت ويصبر على طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والحساب هناك عند الله سبحانه وتعالى مهما كثرة الأقاويل وكثرة كلام الناس على الداعية وعلى الأنبياء من قبل لا شك فإن الحساب عند الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمتقى وهو أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين وذلك من آية الكثيرة التي جاءت يتبين على أن الله سبحانه وتعالى مطلع على حال ويعلم ماذا يعني مقصد العبد من ذلك نعم قال وهجرهم هجرا جميلة أي على أنه كن معهم في أمور الدنيا على أن لا يمل قلبك إلى دنياهم بشيء ولا تؤمل من دنياهم بشيء ولكن دائما كن معهم في دنياهم حتى ترشدهم وتعظهم في أمور الآخرة وهجرهم هجرا جميلة إن آذوك وإن سبوك وإن آذوك فهجرهم هجرا جميلة لأنه لهجر عندما يكون معه الإذاء يكون هناك حظ النفس في الانتقام في الكلام في الرد في غير ذلك من الأمور لكن عندما تهجرهم هجرا جميلة هجر كما قال ابن كثير هجر لا عتابة معه وهذا ما يقول عن السلف أيضا فهذا يكون كله على المعنى الذي أراده الله أي تكون معهم في دنياهم لأجل هدايتهم و لأجل إرشادهم و لأجل دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى لا تعول على دنياهم بشيء ولا تفكر أنك يعني تأخذ منهم شيء إلا على قدر ما قدر الله لك أن يأتيك فلما كان الله هو الوكيل لك فهو متوكل لك برسقك كما ذكر السلف يعني وإن فاتنا نتكلم عن لفظة الوكيل عند أقوال السلف قالوا الحافظ المعين الناصر المعطي كل هذه تأتي ضمن لفظة الوكيل التي ذكرناها قالوا وهجرهم هجرا جميلة أي أنه اثبت على طريق الدعوة واصبر على ما يقولون ومع ذلك اهجر آذاهم وهجر أن تصيبهم بشيء لأنه حقيقة النفوس يعني أنا دائما أقول وإن كان هذا يعني مسألة أقولها إن لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام معجزة بشيء غير القرآن على عظمة جلالة مكانته يكفي أن الله صلى الله عليه وسلم جعل الأعراب هؤلاء الذين كانوا فيهم ذاك الكبر وذاك الطويان والغطرسة وغير ذلك جعلهم يؤمنون هذا يكفي دلالة ومعجزة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عندما جعل كثير من هؤلاء الجفات الغلاظ أهل الكبر هؤلاء الذين كانوا يعني لا يرتضون أن ينظرون إلى عبيدهم حتى يعني ربما يعني يعتقد أنه في نظرته إلى عبده أنه شيء من التكريم عندما يأتي فيضع رأسه ويصلي ويسجد قرب الأسود والأحمر وغير ذلك من الناس هذا كله دليل على أنهم يعني أنهم وصلوا في حالم الإيمان تنازلوا عن ذلك وكما قال عليه الصلاة والسلام لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى جعل ميزان التقوى هو الميزان الأساس قال وهجرهم هجرا جميلا ثم مع ذلك لا تنسى يا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أن الله سبحانه وتعالى سيترك هؤلاء الذين آذوك طالما أنت اتخذته وكيلة وملت إليه وتركت كل زمام أمرك عنده فهو سيتولى أمرك ويتولى نصرك إذن ماذا سيكون من فعل الله سبحانه وتعالى قال وذرني والمكذبين أتركني والمكذبين وهذه كلمة تقال على معنى يعني ما تستعمل العرب من خطابها أنه ذرني يعني والمكذبين أي أنه تركني والمكذبين سأنتقم منهم وسأنزل بهم ما يستحقون ثم ليس كل المكذبين إلا من المكذبين من؟ أولي النعمة ومحلهم قليلا هؤلاء أولي النعمة وأيضا النعمة والنعمة والنعمة سنتكلم عنها إن شاء الله قال أولي النعمة ومحلهم قليلا الله سبحانه وتعالى الذي اتخذته وكلا سينتقم من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم والقيت في قضية أولي النعمة لماذا جاءت النعمة هنا في هذا الكلام قال لأنهم كان الأولى بهم على ما أنعم الله به عليهم أن يكونهم أولى الناس باتباع ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى لأنه هو المنعم الحقيقي عليهم ولكن كأنهم جازوا إنعام الله سبحانه وتعالى وإحسان الله عليهم جازوه بالكبر والتكذيب وبخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ومهلهم قليلا مهلهم قليلا أي أنه كما قال يعني الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى في قول الله تعالى ومهل الكافرين أمهلهم رويدا أي هنا قال ومهلهم قليلا أي أنه تركهم وعلى ما يظنون أنهم قد يعني لهم القدرة ولهم القوة ولهم السيطرة حتى يصل بهم الحد على أنه أحدهم لا يعترف أن هناك إله في الكون وأنه طالما أنه كل الأمور بيده فهو المتصرف في المال والعبيد والخدم ومتصرف في كل شيء فهذا كله يعني يدفعه إلى الطغيان وإلى التجبر فالله سبحانه وتعالى يقول ومهلهم قليلا أي أنه اتركهم اتركهم قليلا والقليل هذا المقصود ربما تكون مدة أعمارهم ولذلك نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ما من طاغية ما من طاغية إلا وكانت له سوء العاقبة غالب الطغاة كانت لهم سوء العاقبة لأن الله سبحانه وتعالى كان هو المتولي شأن الدفاع عن المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا فدفاع الله سبحانه وتعالى عن الذين آمنوا لأنهم اتخذوه وكيلا ولما كان وكيلا لهم في الخير أيضا كان مدافعا عنهم فيما يقع عليهم من شر ولكن هناك سنن لله سبحانه وتعالى يجب أن تقام في الأرض ولذلك قال قليلا أي أنه ربما تجد من هؤلاء الطغاة من يعيش مدة من الزمن في طويانه وفي جاهه وفي ولده وفي عشرته وفي أمواله ولكن العاقبة للتقوى العاقبة ستكون للتقوى ثم قال إن لدينا أنكالا وجحيمة وهذا لا يمنع أن يكون لهم عذاب في الدنيا سنرجع للآية بالتفصيل إن شاء الله لكن فقط نكمل المعنى العام ثم نرجع إلى تفصيلها قال إن لدينا أنكالا وجحيمة أي أيضا مع العقوبة التي ستكون عليهم في الدنيا سيكون لهم هناك عقوبة عظيمة في الآخرة الأنكال والجحيم والأنكال على معنى القيود وسنتفرق بين القيد والغلي والوثاق والنكل قال ولكن النكل هو غالبا يقال لما كانت فيه العقوبة الشديدة بحيث أنه يتناقل الناس عنها يعني أنه الناس يتحدثون عن تلك العقوبة أو تلك الواقعة قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها أي أنه ستذكر الناس هذه الواقعة في قضية ما أوقع الله به على الكافرين فقال أنه إن لدينا أنكالا وجحيمة لدينا عذابا عظيما سيكون مثالا وسيكون عبرة لمن جاء بعدهم من الطغاة ولكن سبحان الله هذه هي الدنيا كلما يأتي طاغية فيقيم أحدا من كرسيه ويجلس بدله وكأنه ينسى كل شيء وكأنه ينسى كيف فعل هو وأتباعه بالذي أقاموه ثم يبدأون بالطغيان والفساد والسرقة والظلم ومعادات الله سبحانه وتعالى وكأن الأمر لم يكن في أنه في طاغية سبقهم وهذه أحوال الناس يعني نرى منها العجب وحقيقة ربما في زمننا هذا يعني وجدنا أحوالا كم من الكراسي تغيرت وكم من العروش تزلزلت وكم من الأشخاص كانوا في مكان وأصبحوا في مكان ومع ذلك لما جلس الذين جاءوا من بعدهم على أماكنهم كأنهم نسوا كل شيء وكأنهم ما تذكروا شيء وهذا سبحان الله يعني من الطغيان الذي يحصل من جزاء أو من جراء الحكم ومن جراء السطوة والنفوذ والمال والجاه يعني وهذا كله سبحانه وتعالى يعني عظيم جدا أن يقع هذا من العبد وأن لا يتعظ بمن قبله وهذا كنت مرة في درس في التفسير وكنا نتكلم أنهم ولو ردوا في قول الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه بعض الأخوة في المسجد قال لي يا شيخ يعني كيف يعني معقولة يموت ويرى ملائكة الجنة ملائكة النار وجهنم والنار والعذاب وغير ذلك ويرى كل شيء ثم لو أعاده الله إلى الدنيا سيعود إلى ما كان عليه من الكفر والعنات نقول نعم قال أنا كيف لا أتصور الأمر نقول ببساطة جدا سيأتيه الشيطان ويقول له يقول له الذي رأيته كله كان مناما فسيعود إلى ما كان عليه لذلك هذه الآية عظيمة حقيقة في التخويف وتخويل الأمر على الطغاة وعلى الظلمة الذين عادوا النبي عليه الصلاة والسلام وعلى كل من عاد أمر الدعوة وسنفصل في الآية إن شاء الله في الدرس القادم إلى ذلك الحين لا استدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة